أحمد يقول بالنسبة للعقيقة ننوي عند ذبحها نقول عن المولود نذكر اسمه واسم أبيه والاسمه واسمه أمه أخي الفاضل الله يبارك فيك ما يذكر الاسم يعني أنت لما تشتري العقيقة تنوي بها عقيقة عن المولود فتذبح تقول باسم الله الله أكبر ما في حاجة أنك تقول عن مولود وعن كذا تكفي النية التي في القلب تكفي النية التي في القلب هذه العقيقة ما يحتاج أنك تذكر الاسم عليها ما يحتاج أنك تذكر الاسم عليها ونذكر باسم الله الله أكبر وتذبحها والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد الأمر الآخر دائما يا أخي أحمد دائما الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم في الدنيا ويوم القيام ولذلك الآن في الدنيا لو قيل فلان ابن فلانة أصبح معيب هذا معيب سمعت أحد يقال أبوه موجود أو معروف أبوه يقال فلان ابن فلانة يغضب ما أحد يرضى لأنه كأن تهمة هذه كأنه العياذ بالله تعيير له ولذلك فلان ابن فلان ويوم القيامة في الحديث الصحيح ينادى أين فلان ابن فلان أين فلانة بنت فلان لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها ولذلك نسبة الولد إلى أمه في مثل هذه القضايا هذا شغل السحرة والكهان والعرافين والدجاجلة هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولذلك اجعلها قاعدة في حياتك أن الولد ينادى باسمه واسم أبيه ما ينادى باسمه وما ينسب إلى أمه وهذا لا يجوز شرعا لا يجوز إلا شخص واحد عيسى بن مريم لماذا لأن الله جعله آية جعله آية فنسبه إلى أمه نسبه إلى أمه لماذا لنه آية من آية الله عز وجل فغيره لا وإنما ينسب إلى أبيه